بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله أحببت اليوم أن أتأمل معكم بعض الكلمات القرآنية من روايات القرآن العظيم وقراءاته الحقيقة سبب هذه السلسلة من الفيديوهات أن هناك بعض من شكك بالقرآن العظيم وقال هو كتاب محرف ووجد أن نسخ القرآن غير متطابقة طبعا هذا الكلام أيها الأحبة لا يوجد عليه دليل ولكن سنسير معه للنهاية يقول إن القرآن فيه كلمات مختلفة عن كلمات أخرى وهذا تحريف سنرى هذا التحريف الآن أيها الأحبة بشكل دقيق جدا ونثبت أنه إعجاز وليس تحريف أن تعدد الروايات والقراءات هو إعجاز يضاف لرصيد الإعجاز القرآني العظيم هناك إعجاز بلاغي وإعجاز بياني وإعجاز تشريعي إعجاز في الكون في البحار في الجبال في الغذاء وهناك إعجاز في القراءات الحقيقة هذا النوع أنا شغلني خلال السنوات السابقة وأحببت أن أتأمل بعض الملامح الإعجازية لهذا الكتاب العظيم أيها الأحبة نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم طبعا هؤلاء القراء العظام نقلوا لنا القرآن كيف وصلنا القرآن عن طريق هؤلاء الناس مثل ابن كثير في مكة وعاصم في الكوفة وغيرهم طبعا القراء العشر المعروفين هؤلاء نقلوا لنا القرآن بالتواتر بالاستماع ما الذي حدث أيها الأحبة الذي حدث أن هذا القرآن خلال 1400 سنة لم يتغير فيه حرف واحد ولا يوجد كتاب في التاريخ يستطيع أن يصمد 1400 سنة دون تغيير يعني انظروا إلى الكتاب المقدس تجدون آيات كاملة مختلفة تجد فصل كامل اختفى تجد صحاح كامل غير موجود في القرآن لا يوجد هذا الكلام أبدا كل نسخ القرآن في الكون الآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي من الجنة والناس يعني أنا أطرح السؤال على أي مشكك يدعي أن هذا القرآن محرف أقول له العالم الإسلامي اليوم عبارة عن 2 مليار إنسان كلهم يحفظون سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعطيني نسخة من نسخ القرآن مهما كانت فيها كلمة زيادة أو كلمة نقصان أو حرف زيادة أو حرف ناقص لن يجد طيب ما الذي يقصدونه بالتحريف اليوم أيها الأحبة أنا لدي هنا في رواية ورش عن نافع نافع المدني كان في المدينة من الأئمة العظام وأخذ عنه ورش وغيرهم طبعا مهم في سورة البقرة أيها الأحبة نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي هذا المنافق يكذب على الله وعلى الناس اليوم يمكن أن تشاهدوا الكثير من المنافقين على الفضائيات وفي الإنترنت يخرج لك فتوى يكذب بها على الله وعلى الناس هذا هو النفاق هؤلاء في قلوبهم مرض الشاهد هنا كلمة يكذبون في الرواية الثانية رواية ورش عن نافع تأملوا مع أيها الأحبة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون ليس يكذبون يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ما الفرق بين يكذبون ويكذبون دقيقوا أيها الأحبة المنافق لا يكتفي بالكذب على الناس ولكنه يكذبك إذا حاولت أن تصحح له المعلومة فهو يكذب ويكذب انظروا أحبتي في الله تكامل أنا أسمي هذه الظاهرة تكامل ألفاظ القرآن ليس هناك اختلاف هناك تعدد وتكامل طيب لماذا نجد هذه القراءة لماذا نجدها لتعطيك معنى إضافي تعطيك صفة إضافية لهؤلاء المنافقين المنافق يكذب على الناس صح هذا الكلام عندما يقول للناس الربا حلال هو يكذب على الناس وهو يعلم ذلك طبعا ولكنه بنفس الوقت يكذب بآيات الله يكذب بالآية التي نزلت تحرم الربا يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن فيه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه يكذب كل هذا كمرحلة أولى ويكذب على الناس إذن المنافق له الصفتان من الكذب أنه يكذب ويكذب القرآن العظيم أعطاك هاتين الصفتين سبحان الله فقال لك أنظر هذا هو المنافق بما كانوا يكذبون في رواية والرواية الأخرى بما كانوا يكذبون تكامل المعنى إذن بالله عليكم أنا أود أن أتساءل أحبتي في الله هذا الذي أراد أن يحرف القرآن بالمنطق شغل عقلك أخي الملحد وأنا أقول لك أخي في الإنسانية كلنا الله كرمك وقال في حقك أيها الملحد ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر كرمك الله لأنك نفخ فيك من روحهم ونفخت فيه من روحي أسجد لك الملائكة ثم تنكر وجود الله وتكذب الله عز وجل هذا الذي جاء ليحرف القرآن كما تدعي يعني بالله عليك جاء لهذه الكلمة وقال هنا يكذبون وسأقوم بالتحريف وأضع شدة على الذال فتصبح وضم فوق الإلياء لتصبح يكذبون يعني ما هذه العبقرية أنه أضاف معنا جديدا ولم يتغير المعنى العام للآية والله لو جاء شخص وقال مثلا يصدقون بدلا من يكذبون نقول يعني تحريف لو جاء شخص وقال ليس لهم عذاب أليم هؤلاء على تقوى وهدى نقول إنه حرف الآية أما أن يضيف معنى جديدا وهذه القاعدة موجودة في القرآن كلها أيها الأحبة يعني أنا إن شاء الله من خلال هذه السلسلة سأستعرض معكم روعة القراءات القرآن لنتذوق نتذوق روعة القرآن إذن أيها الأحبة لا يوجد تحريف في القرآن هناك معاني تضاف للقرآن وهي بإرادة الله ووحي من الله ليس من تلقاء نفسه يعني ليس هذا الراوي يعني نحن لقول أيها الأحبة رواية فلان عن فلان حفص عن عاصم ورش عن نافع فلان عن فلان هي ليست روايتهم ليست روايتهم هذا كله كلام الله ولكن الذي نقل لنا هذا الكلام فلان هو ناقل فقط حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضيف حرفا للقرآن من تلقاء نفسه ولا يستطيع أن يضيف ضم أو فتح على فكرة يعني حتى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين لا يستطيع أن يضيف ضم أو فتحة للقرآن العظيم هذا الأمر منتهي قل كل من عند الله فهذه الآيات جاءت من عند الله سبحانه وتعالى وأراد الله أن يكون هناك تعدد في المعاني وتكامل في هذه المعاني ليؤكد لك أيها الملحد أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عند بشر بل هو كلام رب البشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يزيدنا علما ويعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر